طبعا الخبر الرئيسي من 7 أكتوبر يعني تحديدا من حوالي 133 يوم هو الأحداث في غزة وفي فلسطين عموما والتطورات الأحداث هنا كل يوم بنسمع جديد لكن قبل ما نروح لتطورات الأوضاع على الأرض في غزة فيه بيان مهم جدا من الهيئة العامة للاستعلامات النهاردة من شوية أعلن الأستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نفي مصر القاطع لما تدولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة وذلك في حالة تهجيرهم قصريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدائم أو الدامي عليهم في القطاع أكد رشوان في البيان على أن موقف مصر الحاسم منذ بداية العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعت فيه لأي تهجير قصري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارج القطاع وخصوصا للأراضي المصرية لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصري وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية في هذا الإطار أنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة أضاف رشوان كمان في البيان أن مصر بموقفها المعلن والصريح هذا لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض مع هذا الموقف وتعطي انطباعا يروج له البعض تزويرا بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها بل على العكس تماما حيث ستتخذ مصر كل ما يجب عمله من أجل وقف ومن يسعون إلى ارتكاب هذه الجرائم من تنفيذها وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أيضا إلى تداول بعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر في إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة موضحا أن لدى مصر بالفعل ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أي دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها بكده البيان انتهى رسالة واضحة جدا من الهيئة العامة للاستعلامات وهي الجهة المنوطة بالرد على مثل هذه الشائعات مصر ترد عبر بيانات رسمية وتؤكد دائما على ما تؤكد عليه منذ بداية الأحداث إن مصر ترفض التهجير القصري ترفض تصفية القضية الفلسطينية وبالتالي مصر لن تكون طرف في ارتكاب مثل هذه الجرائم لكن واجب التأكيد والتنبيه كل فترة في الرد على مثل هذه الإشاعات في إطار الحرب الإعلامية التي تمارس ضد مصر